أستاذ الإقتصاد بجامعة قرطاج سيد معزل سوسي مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة عايش اكتحية ليك تحية السيدات والسيدة المستمعية شكرا لك على قبول الدعوة سيد معزل نحن نتحدث اليوم على الوثيقة التوجيهية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تضمن جملة من النقاط ونرجع لها بالأحديث لكن هالوثيقة هذه التي توجهها رئاسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولات بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 شنين نفهم من وثيقة هذه أو هي إجرات العادة أن تصير وثيقة توجيهية تتبعث في الوقت هذية إلى كل مؤسسة الدولة ولا كيف يجعل نفهم شوية سياق هذه الوثيقة هو مش عادة هو قانون هو القانون الأساسي الميزانية من 2019 مارس 2019 وقع معناها إصداره وبدنا نطبق فيه على أساس كونه النجم يقوله الجدول الزمني بتاع تحضير الميزانية وقع تحديده بأوامر بين سير بعد ما أصدر القانون ويضبط بكل دقة التواريخ اللي يلزم يبدأ فيها تحضير أو الخطوط الكبرى الميزانية وبعد فما التواريخ أخرى توصل حتى إلى شهر أكتوبر كلها مضبوطة بيش يحضر مشروع ميزانية معناها العام المقبل في غضون 15 أكتوبر من سنة الميلادية الأنكوغ وهذا عادي معناها أنه رئيس الحكومة يوجه وثيقة توجيهية في شهر مارس لي معناها كل هيكل الدولة لأنها تعرفوا اللي عملية أعداد الميزانية هي عملية فيها يلزم تعكس سياسات الدولة يلزم تعكس الظرف الاقتصادي كما قلت زياقات اللي يجي فيها قانون المالية ويلزم تضبط فيه أهداف تكون فيه إنسجام مع عدة معناتها نجمو قوله مخططات خاصة المخطط الثلاثي عن 23 و 25 وكذلك تونس الوريزن 2035 هو فما نجمو قوله يجب أن يكون فما نوع من الانسجام وهذا من دور بتبع رئيس الحكومة اللي هو يشرف على معناها تطبيق سياسات الدولة في الاتجاه اللي معناها وقاعة تخديد بالتالي يقول قايل أنتك حتيت لنا في تهايقها الوثيقة هذه يقول قايل نجمو نستشف منها قانون المالية سنة 25 أو توازنات اللي تحب تحققهم الدولة في سنة 25 واللي تتحدث تقول على المحافظة على التوازنات المالية التخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء إلى التداون ومزيد التعويل على الذات نقطة مهمة هي فكرة عدم اللجوء إلى التداون وضرورة التعويل على الذات كيف سيكون ذلك هو هذي كنقول وهي مبادئ معناها فنيا بعض تولي معناها إجراءات أخرى خطر اليوم مسئلة الميزانية هي عملية دقيقة جدا فيها الجانب اللي نجمو نقوله فما هامش أنك أنت تنجم تختار وتنجم أنت تعدل معناتها بعض البنود أو بعض النفقات لكن في تونس والوضع الحالي أحنا في تونس هناك جوانب كبرى اللي تقريبا لا رئيس الحكومة أو غيره ينجم هو يتصرف فيها مثلا كما سداد أصل الدين اليوم كناخدوا مثلا ميزانية تونس كنقوله سداد أصل الدين وكنزودوا عليه الفوائض اللي معناها المترتبة على الديون هذي واللي هي معناهش مجال باش ننجم ونتصرفوا فيها يخلينا تقريبا هذي 32% كي نرجع إلى ميزانية 2024 32% ذوما ما عندك ما تنجم تناور فيهم خاطر هما أصلا ديون يجب خلاصها وكذلك فوائض يجب دفع هنك كذلك إنشاء لكلام هذا لا من قتلك هنا من الأول هما توجهوا هات كبرى لميزانية الدولة ما فما فرق بين شخص الأمال متاعه واتموحات متاعه وشنو وشنو خلينا نفهم وهو مثلا رئيس الحكومة وقته لا يقدم هو وثيقة توجيهية هي مهمة 60 نور دو كدراج 60 نور ما فيهش أرقام ما فيهش في كل وزارات وفي كل هياكل الحكومية رهوا فما لجيين تخدم بطريقة فنية وعلمية اللي بيشتكون متناغ إلى حد ما مع هذه معناتها الرؤى ولا هذه التصورات قتلك أهم شيء في الوثيقة ذي اللي هو يعكس مثلا حاجة الدولة اليوم إلى ترشيد النفقات هو وقتا لكيقول مثلا نفقات التسيير ما يلزمهاش تزيد أكثر من 4% بالنسبة لـ 24 خلال سنة 25 معناها هذا يعطي فما رؤية الخاطر هي السنة الفارطة ما بين 23 و24 ارتفعت بـ 9.7% معناها نفقات التسيير اللي هي تعتبر معناها حجم مهم جدا في الميزانية كناخذ كذلك مثلا نفقات الأجور كانت تسمح أن نقلوهم شوما النفقات خطر رحنا اليوم أهم شيء هما اليوم في قانون الأساسي الميزانية 2019 اللي احنا نطبقوا فيه ما عدنش نحكيوا على نفقات العنوان الأول ونفقات العنوان الثاني ما نسميوها تيتخد ولا يبقوا بناهم إلى سبعة نفقات اللي هما نفقات التأجير واللي هي معناها نجم جزء كبير جدا من ميزانية تقريبا 30% من ميزانية الدولة هما يمشيوا للتأجير نفقات التسيير اللي هي فيها المهمات وكالسيارات وليسانس وكاربيرون ثم ونخلصوا الكريا مثلا المتاع اللوكو اللي هما عند الدولة وكل شيء إذا كان فهم بيتباع كريا وكل شيء ثم نفقات التدخلات هذه مهمة خطر نفقات التدخلات فيها الدعم الدعم اللي فيه المحروقات وفيه كذلك المواد الأساسية وهناك نفقات أخرى ذات صبغة تنموية وذات صبغة اجتماعية هذه كله زادة ستانجروم ورسو نفقات التدخلات ثم نفقات الاستثمار نعرف الدولة كلها تخصص دائما جزء ميزانية متاعها بيشتعمل الاستثمار ثم نفقات العمليات المالية هذه بسيطة نفقات العمليات المالية وجزء صغير مهوش كبير هو داخل فيه إذا كانت فهمة دولة تحب تعمل مساهمات جديدة أو إذا كانت تحب تمنح قروض لبعض المؤسسات بطريقة يعني إكسيبسيونال ثم نفقات التمويل وهذا غول نفقات التمويل حاجة كبيرة برشا ليهما لزين تغير شغلها دات توشفت كيفيش وأخيرا هما النفقات التار أو الغير مباوب إذن الدولة تحط ديما ما أكثرش من 3% من ميزانية الدولة إذا حسب القانون ينجموا يقعدوا نفقات غير مباوب إذن هذه المقتلكة مسألة فنية فيها معناها من خطر كل اليوم خلينا نفيد وزيدة سيدة المستمعين في النقطة هذه وتنجم تفسرها لنا وخاصة تقولنا واقعيا شنو تنجم الدر على ميزانية الدولة فيما يخص نفقات التسيير مثلا تقول الوثيقة وتوسر رئاسة الحكومة على مستوى نفقات التسيير بمزيد أحكام التصرف في وسائل النقل والتفويت في السيارات والمعدات التي لازال الانتفاع بها ومزيد ترشيد التقوى والتحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج وحوكمة نفقات الأكرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة هذي فعليا إذا كان يتم الضغط خطر الكلم يدغضغ عواطف للناس ويقول لك فلوس الدولة فلوسنا نحن بنوات ومش كروات ومش مهمات ومش ندر فعليا تنجم الدر أرباح على ميزانة الدولة ليس شيئا كبيرا شيئا بسيطا سمخ جينال مع أنت هنا وقت لنرقز وهم نشوف نفقات تسيير قدش مثل وخطرين قتلة ملود شنو من النفقات الكبرى نفقات تسيير هما 2314 عام وصل 7% كان يكفي نقول نتحكم فيهم لكن نبعد كيف نحل واجه على هذه معناها قدش نقص هما 2539 لنقرب الذهن المواطن 2500 راهي الميزانية تونس في 2024 وصلت في حدود 77000 معنات 77000 ذوما الجزء نفقات التسيير هما 2500 إلى 77000 نحن نعطيه فكر كي نحافظ على الموارد مثلا السبالة تتكت في إدارة ماذا بنا لا يجري الماء نستحفظ وعظه هذا كل داخل في إنسي جيم مع الثقافة مع ترشيد النفقات ولكن لدينا فرا ماذا بنا نتخلص منه ما فيها بس تحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات الإقامات وهنا الهنا المهمات هذه الإمissions أنا لحقيقة عندي معنى لأنه شوية تحف خاطر إذا كين احنا في فكر معنى الفائل السياسي اللي الإمissions هم حاجة أن لكس معنى بكل أسف هذه خاطر اليوم كين قولوا اللي هم مواجهين اللي بيش نعمل وعلاقات متاع تعاون متاع أبخانتساج متاع بارتسيباسي بالعكس أنا كين خمم في بلادي نحب نخرج من الأزمة بالعكس هذه ما فم نفقات اللي كإني تظهر هي كماليات ولكن هي ميش كماليات كيمة مثلا في الأجور محكونا من بين التوصيات في الوثيقة التوجهية اللي الترقيات مثلا بل ما نخلطه للأجور بعد إذنك في نفس البغغغغاف اللي بعد يتحدث على نفقات الدعم يقول بلغت وفق رئيس طالح حكومة 7.2 في الميامين الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وتهم بالأساس دعم المحروقات دعم المواد الأساسية تخطط لمزيد تطوير آليات المراقبة ضمن هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 لك زاد الضغط على المحروقات المحروقات والمواد الأساسية هو بالنسبة كان قارنوا 23-24 جميع معناها النفقات ارتفعت هي خاطر الميزانية معدل هي ارتفعت ب10% والنفقات خاطر ب10% من جراء كذلك موارد الخزينة يعني القروض لكن كناخذوا النفقات النفقات كلهم زادوا ب6-7% دكار الوصول بوست اللي تراجع معناه عمل تراجع بإلا 1.2% هو الدعم دونك من 2023-2024 ديجا احنا روما ماشيين في على أساس كونو نخفض من ميزانية الدعم ما انتونو شنية تأثير هذي هذي كموضاء وكيف سيكون الدعم ما منجموش نفهموه الوثيقة هذه ما فاميش نفع الدعم ما فاميش من ناحية الدعم رفعتين لا لا ما فيش هذي غير قبل النقاش كذلك يمكن اللي مشينا فيه إعادة معناها تطبيق طريقة أخرى في كيفيش الدعم يكون مباشر أو غير مباشر هذي ما نشوفه فيه ما نتهمه وش ما تروح على القليلة حسب اللي نشوفه فيه دونك مش نقعد في نفس الطريقة لكن تخفيض من نفقات لكن هنا نرجع إلى إمكانية تطبيق هذا إذا كان في 24 بين 23 و24 اقترحنا بشهدية ينقص لأنه هذا يرجع إلى السوق العالمية والأسعار الحبوب والمواد الأساسية فالسوق العالمية كانت معناها ما عرفتش ارتفاع بل بالعكس تراجعت وخليتنا نفقاتنا نجم تنقص يكون معناها اليوم لو كان معناها نفكر بأكثر معناها دقة عشقت لك مساء الفنية في الأخر هي لي مش خاطر بعض بعض ساعات نجم أنت تحط توجه والتوجه تلقى في معناها سوق تغير حاجات ما تخليك اليوم الدعم راهو إذا كان بش نواصل بنفس الطريقة بش نكون دائما معناها تدبان بل يصير معناها لن يتم رفع الدعم لن تتغير أشياء كبرى من خصص للدعم لا لا ولا تريقة ولا تريقة إسناد الدعم خاطر نجم واصل الدعم أما نعمله بطريقة أخرى هذا ما هو متروح حد الآن حول الوثيقة هذه تقريبا فما تقشف في نفقات الدولة عدم رفع الدعم نتحط على كتلة الأجور اللي تحط عليها كلمة التقشف هي مهمة خاطر الاقتصاد هي ما هي معلنة شوف خاطر في الآخر تقول أعلن سياسة التقشف عندها تأثيرات أخرى ماذا يفهمون السيدات المستمعين اللي رأوا اليوم الحكومة لا هذه وثيقة توجهية الميزانية اللي في الآخر تنجم تأدي إلى ميزانية ترتفع بنسبة أربعة أو خمسة في المئة وهذا إذا كان الميزانية ارتفعت بأربعة أو خمسة في المئة مش معناها للدولة تعمل في سياسة تقشف هي يمكن نجم سياسة ترشيد النفقات في الأجور قتلك فما أحقيقة فما شوية معناها إشكال معناها خاطر الأجور يمكن شوف التعليمات اللي في الوثيقة التوجيهية على أساس كونه مثلا كلفة الأجور تراجعت من 16% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 إلى 13.6% سنة 2023 وتتحدث حتى على أن عملية الانتدابات في الوظيفة العمومية تقول يجب ترشيدها وتوجيهها حسب الأولوي هناك التراجعة ويجب نفسروه معنا التراجعة سننقيص دائما نسبة الأجور الأجور على البي وهم يتقاس بالأسعار الجارية كل عام الأجور بالأسعار الجارية والبي بالأسعار الجارية البي يرتفع من جراء التضخم والأجور ترتفع سواء بقى الوظيفة مع تقريبا دولة مفيش ركريتما وإلى بقى الريفزيون سلريال اللي قاعدين يصيروا النسبة متاحهم أقل من نسبة التضخم معناها إذا كان تعطي 4% زيادة بالفاوضات أو 4.5% واللي تشد داخلي الخام يزيد بنسبة 10% كي ناخذ التضخم ونسبة الحقيقية تقريبا 10% حسابين تقول تراجعت لكن اقتصاديا ما عنده حتى سنس لأن أنا معناها نرى هذه رؤيتي نتمنى اللي تراجع نسبة الأجور تكون من جراء خلق ثروة معناها يزيد بالرياء وكذلك تخلي الأجور ترتفع خطر الأجور اليوم هي مشكلة زيدة ما زمنا نقول الأبطال اللي ما زدناش في الأجور ولا نزيد بأقل اليوم رأي الطاقة شرائية وقدرة المواطن بشهو يلبي حاجياته هي تحرك العجلة اقتصادي واجتماعي وكذلك الطلب الداخلي اليوم احنا مالورزمون اللي خرجنا به معناها في الر 23 نسبة المحتشمة نسبة المحتشمة من أهم أسبابها اللي الطلب الداخلي ولا موش معناها فقط موش معناها وعليش يجب على خاطر القدرة الشرائية من ناحية والاستثمار من ناحية أخرى قاعدين يتراجعوا بنسبة كبيرة الأجور لحقيقة أنا منيجتي معها مقاربة أني احنا نربح في الأجور معناها عملنا حاجة باهية بالنسبة للنمو يجب تكون عنا نظرة شاملة يجب ننظر إلى الأمور مثلا أنا نعطي توجي في الوثيقة التوجهية وتقول ما تعطي ترقيات إلا إلى 40% من مستحقية ترقيات معناها أنت تعترف 60% و60% هذا يعطي أحبات اليوم نظريات نظريات أن نظر الأجور في الاقتصاد عمرنا نعتبر أن السلاح هو كو هذه نظرية تجاوزها الزمان اليوم رأي السلاح هو كو وكذلك هو محافظ للإنتاجية وكذلك هو دافع للتاقة الشرائية دونك ما نجموش نجيو معناها نقولو أنا كنا نجمو قولو الحوافز لابد منها لكن نعطيوها اللي يستحق إذا كان أنت تقول المستحقين لكل 60% نحطوا عناصر أخرى ننظروا فيها نشوفوا طريقة جديدة معناها ما فيها بس نجمو نتصرفوا بطريقة فيها أكثر معناها شوية وال40% على ناسس مش نختاروهم وعليش 40% وعليش تقول دون بلاي راني أنا منعتي كان 40% المنحة مع الترقيات فقط 40% وهذا مشكلة دونك الأجور الأخر الحاجة اللي تراها أنت فعليا لا تستقيم أو الواقع متاعنا ما تنجش تكون في إطار الإسلاح معناها الوثيقة التوجهية هي أني قلت لك الوثيقة التوجهية عندها دور مهم جدا لأنه اليوم مؤسسات الدولة كلهم ينكبوا على معناها اقتراح بتبع المشروع الميزانية 24 لكن الخطوط الكبرى فيها هدف واضح لترشيد النفقات وهذا أنا نعتبر حاجة إيجابية لكن كان نجم يمشيش رئيس الحكومة لبعض في بعض التدقيقات كانوا نجم يقعدوا معناها في إطار معناها اتفاقيات أو ريثة ما أو ريثة ما نلقاه كما مثلا في حكاية الترقيات نلقاه معناها طريقة اللي فيها أكثر إنصاف للتالان كل يوم أنا عندي مشكل اللي راه كيتقول اللي تالان كل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام هذوك موما رأس الميل هذوك موما الحقيقة هذوك اللي قاعدين يدفعوا باش استمراري المرفق العمومي وباش الدولة تستمر إذا كان المساج هذي يظهر لهم على أساس كونه ما فيش ترقيات ما فيش ديميسيان على تقنجي وإلا إذا كان فما باش يتعديوا بالكونت جوت وباش يقع تذيقات على هذي وكذا هذا ما يحفزش وما يخليش اللي تالون يفكروا في المستقبل متاحهم بطريقة فيها أكثر أمين دونك يوقع بتات استثناءات هذي يكون معناها من الحاجات البيع حاجات أخرين في نفقات الاستثمار أنا عندي دائما مشكلة نحكي على الميزانية معناها الحقيقة الميزانية اليوم هم خاصة في اعتمادات الدفع ومعناها اعتمادات التعاهد هذا مشكلة كبيرة معناها التعاهد واعتمادات الدفع في القانون وقت اللي تعمل الدولة تتعاهد مثلا كيف يشتمو المشروع ترصد مثلا مبلغ خمسين مليون دينار إلى مشروعا ما هذا يعطي معناها الإمكانية اللي متصرف في المشروع بش يبدأ ياخد على أساس المنطن هذيك عليش اعتمادات التعاهد تكون ترصد في الميزانية وحتى كان يتعدى العام وما تصرفت تقعد هيا بو فما استثنائات النجم ونتراجعوا فيها ثم هناك اعتمادات الدفع شو ما اعتمادات الدفع اللي هما سيغ الانظلوب هذيك اللي رسدت المشروع بش نبدأ نخرجوا كما قلوا شيك أبي بش نخرج كل مرة نصرفوا حاجة الاشكال كونه الفرق ولا كبير جدا في اعتمادات التعاهد واعتمادات الدفع شو معناها معناها مشروع انا نبدأ نخدم عليه اللي هو الميزانية متاعه مثلا 50 مليون دينار ينجم هو يمتد على 3-4 سنوات اعتمادات الدفع يعني بش نصرف رائع الماء تتوخر معناها نوليه نلقاه ورواحنا في مشاكل كبرى وذلك عليش بعض المشاريع وممكن أغلبها تتعثر نحكيه على الاستثمار فاعلية تحقيق او نجم قلوا ليه في كاسيتي متاع تحقيق المشاريع النجاعة متاع المشاريع العمومية هذي هناك مشكلة كبيرة جدا بين الفرق الشاسع ما بين اعتمادات التعاهد واعتمادات حاب نربط لك بالخطر في الأخير هي فكرة اذا كان انت في نفس الوقت اليتالون بتاعك ما تعرفش كيفاش تكافئهم وتفرض عليهم تذيقات في إطار الحوافز والمنح وانت عندك لو ديباع على غوتخات متاع أحسن الكفاءات وماكش تعاوض فيهم هل يعقل هذا انك انت تحب تمشي في تحفيز الاستثمار العمومي ودفع النجاعة في الاستثمار العمومي ذي معناها عليش حبيت الكويرانس ما يجبش راو نفكر في كونه كل النفقات هي كأن عليها ما عندهش جدوى هناك النفقات عندها جدوى عندها غتوخ يلزم نواصله فيها اينها ماذا بيه واذا حكينا فيه وانت قتلي الدعم هو ما وش مش يتبدل ماذا بيه وكان الكانيوت انت على الدعم نتصرف فيها بذكاء معناتها هكا الانظلوب الذكا اللي قاعدين نحطوه فيها في الدعم نتصرف فيها بذكاء لو كان احنا نوجه الدعم الى مستحقي نجم جو ديجاج اين بون بارتي مولون وما راو دعم الموضوع تقول انت بطريقة مغايرة راو الوثيقة هذية وحنا في الوضع الاقتصادي الحالي وفي الوضع الاقتصادي العالمي ككل الاشكاليات المطروحة عالميا مش كان في تونس والمناخ العالمي تقول انت كي نقرأ وثيقة من نوع هذية نورمال موران يرى فيها تحفيز على الاستثمار تشجيع اكثر على وجود الاليات بش تحفيز تحفيز على الاستثمار بش يحرك عجلة الاقتصاد وحاجة اخرى تقول انا الدعم يجبني نبدله ويولي يمشي المستحقي ونلقى طريقة جديدة بش نوجه الدعم فقط للناس اللي تستحق مانجمش نكمل في الدعم بالطريقة هذية للناس الكل وما نعرفوش كون منتفع فينا الماء وسعيب علينا بش نعاود نبدلوا الامور بالنسبة لي كنتي اول نقطة هي الدعم توجيهه الى مستحقي بطريقة جديدة والاستثمار التحفيز لباش نوصله نحقه اكثر نجاعة على مستوى الاستثمار لخاطره ذكرت في الوثيقة التوجيهية اللي نمشي الى معناها معناها اكثر نجاعة على مستوى المشاريع العمومية وهذا قلت لك لانه النجاعة هذه مربوطة مشكل لوليني هو معناها اعتماد التعاهد والفرق ما بين مع اعتماد الدفع وهذا فيه مشكل والاثنين هو المصالح الفنية والكفاءات وهم خطرهم الحقيقة يعني نجم قوله الموتور لغيال باش يدفع المشاريع هذه باش تمشي الى الامنين تحدثت في النقطة هذه زاد على باب منح المؤسسات العمومية وعلى ضرورة قيام الاخيرة عند اعداد ميزانية المؤسس العمل على احكام تعبئة الموارد الذاتية وانت قبلها كنت تتحدث على المشاريع قالت رئيسة الحكومة طلبت باعطاء الاولوية للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها واعادة النظر في المشاريع التي توضع تحت خانة متواصلة ولفتت ايضا الى امكانية التخلي على المشاريع الاستثمارية المرسمة والتي انتفت الحاجة اليه هذه زادة اجراءات تنجم فعليا تعطي نتائج على الميزانية العمومية هذا مغير حتى نقاش الهنا النجم نحك معناها ما نجم نختلف لانه عديد المشاريع اللي هي معطلة وما وما وقعش مراجعة معناها هي تقعد مكبلة وتخلي حتى على مستوى المحلي والجهوي اقتراح مشاريع جديدة يتعطل يقول احنا قحلنا وفي مشروع وما نجم نكملو هذا فيه معناها الحقيقة وهذا معناها تعتبر خطوة مهمة جدا ومن شأنها هي كما قلت داخل في إطار ترشيد النفقات وهي عملية متاع اني انا اتقشف ولكن هي عملية متاع اني انا احسن التصرف الموارد الموجودة المنشآت العمومية رأي مشكلة كبيرة جدا منشآت والمؤسسات العمومية لانه تعرفوا كلنا اللي معناها في عديد المنشآت والمؤسسات العمومية هي عندها موارد مثلا على مستوى مؤسسة مش اليوم مش اليوم باش نخطر نجم ونحكيه وعلى كل مرة مؤسسة مكن بسفة عامة لانه اذا كان فما منشآت عندها موارد وما جمعتهم ومبعد هي تلتجأ باش تاخو منحة من الدولة باش تعمل معناها لكليب خمتاح هذي ما يستقيم مش معناها هناك تحفيز هذا باش المنشآت هذي اذا هي باش تطلب منحة من الدولة وهذا داخل في اتار سياسة دولة مش مزيارة خاطر هي الدولة بعد ساعات تحدد السعر اللي تبيع به المنشآة العمومية تطلب منها باش تقوم بانتاج في فترات معينة وكذا دونك الموارد متاحها لابد انها هي باش تعمل مجهود اكبر باش اولا تلم الموارد ومبعد منحة الدولة تأتي بين حقيقة الموارد اللي عندك وما تحتاجه وهذا يتجبر باش يقول هذا اللي هو يجب ان يكون مبدأ معناها اساسي ما فيش حتى نقاش نرجع اكثر للفلسفة متاع القانون المالية وماذا بينا احنا معناها الحقيقة اليوم هنا ندعو الى يمكن اعادة معناها تنقيح او اصدار قانون جديد خاطر الواء اورغانيك تعدمي لديزنوف معاتش معناها مش نتبقه مش نتبقه خاطر هي اللي احنا حاطين اليوم احنا نقتصر على المحاسبة الميزانياتية سي لكنه في ثلاثة ابعاد خاطر كان جاي مثلا المحاسبة العامة خاطر محاسبة ميزانياتية وهو كذلك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية هذا لو كان وقع تعميمه مش فقط على المنشآت العمومية وكذلك على الادارات تولي الدولة ما عادش تحتاج تقول لها ميرا وما نعطيك منحة كين ما تضبط الموارد الحقيقية خاطر يفو يلي ايه 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 يفو يلي معنى تعرف لبنشآ دوبلي بارتي معنى للمحاسبة تحليلية شو معنى محاسبة تحليلية اليوم نحتاج بش نمشي البلدية كين اخو مضمون ندفع 500 فرنك نحب نعرف وقد يستكلف نحب نعرف كين نمشي نخرج مثلا نسخة من حكم من محكمة ما فيها باس المحكمة ما معنى يتاخذ على كتمبر يسير تمايز تعرف اذيك سيد القاضي والمستشارين يشخدموا عليه دونك المحاسبة تحليلية هي تخلي اولا المواطن يفهم جيدا شفافية زادة في الاجراءات الإدارية معنى يكون عنده هي عملية متطورة جدا يدور لي يجبنا نخدموا في هذا ولا نعود ونعملوا قانون جديد كذلك نحن نظام الغرفتين تعرف مليح المجلس الأقاليم والجهات والجهات هو موجود في قانون مالية 2019 موجود كان مجلس نواب الشعب معنى قانون مالية غدوة إذا مش تعطي بتبع ميزانية لهذا كيفاش مشيقع وخاصة اللي مثلا مجلس نواب الشعب عنده معناها معناها فصول خاصة به لأنه ما وش كيمة المهمات متاع الوزارات الأخرى هذا اعتقادي اللي معناها ما زلنا ما نخدمه ولكن يقدمه وأختم بهذا مهم جدا الفكرة اللي الوثيقة التوجهية هي ضرورية معناتها اليوم هي لابد بش الحكومة تقدم هذي وهي وثيقة فنية هي بش تعطي توجهات إلى أعداد الميزانية وهذا داخل في استمرارية الدولة الدولة دائما تمشي على هذا المنوال لأنه فما التزامات وفما استمرارية الدولة وفما أعداد ميزانية حسب جدول زمني محدد له فنيا وفي وش حتى تأويل واضح جدا شكرا لك سي معزل سوسي ضيفنا اليوم أستاذ الاقتصاد بجامعة قارتاج شكرا لك على حضرك معنا على كل هذه التوضيحات